اهلا بكل مشتركين قناة عربيتي في الفيديو النهاردة هنتكلم عن تاريخ شركة امي جي الصينية ذاتها لأصول الانجليزية تابعوا معنا الفيديو للنهاية امي جي هي اختصار لأول حرفين من موريس جارجيس اللي هو مؤسس الشركة بدأت الشركة حياتها في برمنجهام انجلترا سنة 1920 وكانت شركة متخصصة في صناعة السيارات الرياضية والمكشوفة ذات المقعدية كما انتجت سيارات الركوب العادية والكوبي وقد تم بيع الشركة سنة 2007 لشركة نانجيينج الصينية اللي باعت بدورها لشركة سايك الصينية سنة 1924 ولادت اول سيارة من نوع امي جي على الاطلاق اما سنة 1933 كسر اول رقم قياسي على يد امي جي حيث كانت اول سيارة غير ايطالية بمحرك 1100 سيسي تفوز بصباق ميل ماجلية اما سنة 1945 اعادت الانتاج بعد الحرب العالمية اطلقت الشركة راز امي جي تي سي وتم بيع الفين نسخة منه تقريبا وفي سنة 1956 اطلقت الشركة راز امي جي زد بي ماجنة الجميل للغاية وقته وبسبب الاداء الاستثنائي والتجهيزات حققت تلك السيارة نجاحا جيدا في 1957 كسر الرقم القياسي العالمي للسرعة استطعت السيارة امي جي اي اكس 181 الغير امتاجية الوصول الى سرعة 245.6 ميل بالساعة وهو ما يساوي 393 كيلو متر بالساعة وكسرت الرقم بعدها مرة اخرى بنفس السيارة ووصلت لسرعة 417 كيلو متر في الساعة سنة 1962 الامير شارلز يحصل على سيارة من نوع امي جي سي بمجرد ان التحق بالجامعة وفي سنة 1983 تم صناعة امي جي مايسترو تيربو لمواكبة متطلبات العص اما في سنة 2000 عهد جديد بالاعلان عن طراز امي جي تي اف وفي 2007 شركة سايك الصينية تستحوذ على شركة امي جي الانجليزية في 2011 حقبة جديدة متطلبات جديدة تصميمات جديدة واطلاق طراز امي جي سري في 2015 اطلاق اول سيارة من نوع سيو في في تاريخ الشركة وهو طراز امي جي جي اس في 2017 اطلاق طراز ايموشن الكهربائي بالكامل بتصارع من السكون التام حتى سرعة 100 كيلو متر في الساعة فاقل من 4 سوائن ومدى سير يصل الى 400 كيلو متر اما في الوقت الحالي تحقق الشركة حاليا النجاحات من قطعة النازيل على الاقل في بلدنا مصر تشهد السيارة مبيعات قوية جدا وارقام ممتازة كما خلقت العديد من التحديات المنافسية وخصوصا من ناحية القيمة مقابل الساعة حيث تقدم السيارة العديد من التجهيزات القياسية والاختيارية باسعار تنافسية للغاية وتقدم الشركة الصينية ذات الاصول الانجليزية في مصر العديد من الطرازات وهم امي جي 5 وامي جي 6 وامي جي زد اس واخيرا طراز امي جي ار اكس 5 بكده ان تكون وصلنا لنهاية الفيديو ولو عجبك التقرير بتاعنا عن امي جي ما تنساش تشترك في قناتنا وتعمل لايك للفيديو وشير واستنونا في فيديوهات جاية من قناة عربيتي اشتركوا في القناة